هنخليك شباب أكتر وهنقلل الأسئلة وهنعتبر إن ده عمرك فأيا كان الأسئلة اللي إنت هتحس إن خلاص الوقت انتهى هنوقف معها الأسئلة عايز سألك الأول يعني وإنت صغير وإنت ناشئ وإنت لسه ملعبت شكورة كنت توقع إنك هتكون في يوم من الأيام لاعب يعتبر أسطورة في بلد غير بلده مرحبا هنطلع فقط وإنحن سترى لتعلمي إيه أتمنى أنه يعمل جدا أنا دايماً كنت حاسي أن أكون لعب محترف لما ساعة ما بدأت اللعب كان عندي الإحساس دوت وكان دايماً بيهب عندي الحافز من أصدقائي والناس اللي معايا في الحي كان دايماً بيقول لي عندي الإمكانيات أن يكون لعب كبير ومع الشغل قدرت أصل لبيترو لواندا إنه من أحسن الفرق في أنجولا هي حاجة زي الأهلي في مصر كده وأنا شايف إنه لما وصلت لبيترو في الفريق الأول وكان ساعتها دوري الأبطال من 2011 وزهابي النادي الأهلي كنت مبسوط في الوقت اللي مضيته في النادي الأهلي ومع الشعب المصري أنا مش هادر أوصف حجم الشعور وحبي الشعب المصري أن أولادي أولادي كمان بيقولولي دايماً لدارك دوم بيبكوا أنهم عايزين يرجعوا للمصري تاني مضبوط أنهم ما حسوا بمصر وبحب المصريين ودي حاجة مصدر فخر لي أن أنا كنت في مصر وأنا اللي بتكلم دايماً عن مصر بتكلم عن مصر بأجمال صور أن الناس عملتني كويس جداً أنا عارف أن الشعب المصري كان بيحبني أنا شايف أنه لسه عندي حاجات كتيرة رضاها للشعب المصري عشان أوفي للدهولي لأنه لسه ما فيش مقارنة بين اللي أنا بديهولهم مقارنة بين اللي هم دهولي فأنا لسه ما دينلهم بحاجات كتير